دشنا اليوم وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشير مركز مراقبة الحدود النهرية للشرطة الكائن بمنطقة مارا بالدائرة الأولى والمتاقمة للحدود بين شاتو الكاميرون وقد تم بناء ذا المركز بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الشادية محمد خميس مهدي يعد هذا أول مركز مراقب لأمن الملاحة النهرية يتم تتشينه رسميا في منطقة مارا الواقعة في الحدود الشادية الكاميرونية وذلك على ضفاف نهري لقون وشاري وقد شرف حفل الافتتاح الرسمي كل من وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشير وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دانيسة ألينا إيونيت واللزاني قاما بقص الشريط إيزانا لمباشرة العمل رسميا بالمركز عمدة بلدية الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام أعرب عن فايق فرحته لاختيار منطقة مارا لهذا المركز مؤكدا بأن المركز سيعمل على تأمين الحدود من خلال وضع حد لتسلل اللصوص والمجرمين والإرهابيين أما مدير مشروع مراقبة الحدود النهرية سيباسيان قورو أثناء على الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة والاتحاد الأوروبي لمحاربة كافة أشكال الإرهاب وبالتالي العمل على استدباب الأمن والاستغرار من خلال وضع ثمانية مراكز لمراقبة الحدود النهرية سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دانيسة ألينا إيونيت أشارت إلى أن مسألة أمن الحدود تعتبر من الأشياء الضرورية والمهمة لتحقيق الأمن والتنمية مضيفة بأن الاتحاد الأوروبي سيغف بجانب جاد لاستدباب الأمن والسلام نذكر بأن مشروع دعم ومراقبة الحدود النهرية عمل حتى الآن على تدريب وتأهيل حوالي 360 من أفراد الشرط سيتم توزيعهم على طول الحدود على ضفاف نهري لغون وشاري ابتداء من بونغور وانجمينة حتى مدينة بول وفي ختام حفل التدشين قاموا كل من وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دينيس إلينا إيونيت بجولة استطلاعية على أحد الزوارق للتأكد من مدى فعاليتها وعقب حفل التدشين المركز الصرحة وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر بالحديث التالي في ميكروفون الزميل محمد خميس مهدي كما تعلمون الظروف أجبردنا مع الاتحاد الأوروبي لكي نؤمن خدودنا البحري وكلكم عارفين جماعة الإرهاب بوكوها رمو وشبها زالك المجرمين لكلهم ودوروا هولة لكتشات وهولة بحيرة اللوغون وشاري إذن عملنا نقاط لدمان الأمن والسلامة للمواثنين وقدمنا المشروع للإتحاد الأوروبي والإتحاد الأوروبي ووافق وعملنا 11 نقاط زيدة في طوال النهر الشاري اللوغون ولكتشات فإذن دي أول نقطة دشناها الليلة ونتابع لدشنا نقاط الأخرى الزوارق ديل يعني يتجول بسهولة عشان يشوفوا منه القاشي ومنه خارج وخاصة الترتيبات المكروهة هنا اللي بوكوها رمو والإرهابيين فمن قلال دي يفيدكم دوريات دائما وعبدا ونقدر نواجه بأي شكل من الأشكال كل من يريد أن يدخل هنا ويمارس عمليات الإرهاب وما شبع ذلك